تفقدت عمدة بلدية الدائرة الثامنة فاطمة يحيا خلال الجولة التي قامت بها اليوم لمختلف أحياء الدائرة تفقدت المواقع التي تشهد عمليات شاملة للنظافة وذلك في إطار الحملة التي أعلنتها البلدية للتخلص من الأوساخ بهدف مكافحة الأوبئة خاصة في موسم الخريف هارونا بادا لم يكن من السهل التخلص من الأوساخ والنفايات في موسم الخريف للبلدية بسبب تزايد مخلفات المواد الاستهلاكية إلا بتكاتف الجميع لدعم إدارة البلدية بما أن النظافة والحفاظ على صحة البيئة هي من الأنشطة الخدمية من الدرجة الأولى في صميم عمل البلدية وفي هذا السياغ جاءت هذه الحملة التي قامت بها بلدية الدائرة الثامنة حيث بدأت العملية من هذا الموقع بدقيل شرق حيث استخدم المواطنون هذا المكان لرمي القمامة وفور وصول الطاقم الفني فقد باشر عمال البلدية عملهم لإزالة هذه الأوساخ المتراكمة باستخدام الإمكانات المتاحة العملية شهدت حضور عمدة بلدية الدائرة الثامنة فاطمة يحيى وذلك للتحفيذ معنويات العمال وتشجيعهم من جهة وللطلاع على حجم التحدي الذي ينتظر عمال بلديتها من جهة أخرى وشملت العملية أيضا حي أنجار بلا ماتوم وقد وضعت البلدية في هذا الموقع لوحة تشير بمنع استخدامه كمجمع للقمامة إلا أن السكان يستخدمونه في التخلص من النفايات وفضلات مستهلكاتهم مع أنهم يدركون أن الأوساخ هي إحدى مصادر الأوبئة والأمراض منها الميلارية بحيث أن تكدس الأوساخ مع هطول الأمطار سيصبح مرتعا للبعود والحشرات التي تنقل العدوى من حين لآخر هدفنا هذا ندور الدائرة بس تقل نظيفة دا بس مرقنا لإندنا قدرنا في المريدة دا بجينا نصو جهوتنا عشان الدائرة تقل نظيفة وندور السكان ذاته هلا يجوا يساعدونه يكاتفونه عشان الدائرة تقل نظيفة وننادو أخواننا وأخواتنا عشان الوساخة ما يدفقوا أي بكان تعرفوا شنو الوساخة صرتوه كان نهت الخريف ما خريف كل الوساخة دو أكبر الأمراض هذه الحملة تتواصل لتشمل مختلف أحياء ومربعات الدائرة الثامنة وذلك لتأمين صحة المواطنين من خلال مكافحة الآفات التي تنتج بسبب تراكم الأوساخة شكرا